تحياتي لكم اصدقائي اصدقاء قناة تيتا شو النهاردة عوزة اتكلم معاكم في رؤية الاموات وتفسيرها لابن سيرين بالنسبة للاموات عندنا حالات كتير ورؤى كتير بتحصل للانسان وكل رؤية لها تفسير خاص والميت ايا كان قربته للرأي فبيتوقف تفسير رؤياه على درجة القرابة وعلى الحال اللي هو جاه فيها للرأي عندنا تفسيرات كتيرة عن الاحوال دي واولها ان الميت اذا عاش في الرؤية فده بيدل على حصول خير وصرور وخصوصا اذا كان هذا الميت يظهر بوجه بشوش وحاله طيب ولبسه جميل او مهندم بالنسبة لابن سيرين قال لنا ان من رأى ان والده قد عاش وهو صافي الملبس طلق الوجه فان ذلك يعني حصول دولة واقبال وعز ونيل امال وانتظام اعمال واشغال اما من رأى والدته وقد عاشت فهذا يعني للرأي انه سيحدث له الفرج بعد كل شدة مر بها ومن رأى امرأته او زوجته قد عاشت فده بيدل على ان هذا الرأي سيفتقر وطبعا بالعكس اذا كانت زوجها ورأت زوجها يعاش فانه حدوثه فقر من رأى ان ولده كان ميتا وقد عاش فان ذلك يتجاوز عن عدوه انه يتجاوز عن عدوه اما من رأى ان ابنته الميتة قد عاشت فان ذلك يحدث له صرور بعد الثبور يحدث له صرور بعد الثبور ايضا ان رأت امرأة ان ولدها الميت قد عاش فمعنى ذلك انها تلد ابنة اخرى وان رأت هذه المرأة ان اختها قد عاشت فيقوى ضعفها لان المرأة توصف اساسا بالضعف فان رأت اختها الميتة قد عاشت مرة اخرى فان ضعفها هذا سيقوى اما ان رأت اخاها الميت قد عاش فيدل لذلك على ان هناك غائب سيرجع اليها يدل على ان هناك غائب عنها سوف يرجع اما من رأى شخصا غريبا لا يعرفه وقد عاش فيدل لذلك اساسا على استقامة احوال اهل ذلك الميت وذلك البيت يعني ان رأى انسان ما سواء رجل او امرأة ان شخصا غريبا لا يعرفه هذا الشخص هو يعرف انه ميت ورأاه في رؤياه ان هذا الشخص عايش مش ميت فده بيدل على ان هذا الرأي يستقيم حاله وحال اهل بيته جميعا اما من رأى احيا ميتا من رأى انه احيا ميتا يعني واحد في منامه رأى انه يحيي ميتا فانه يسلم على يده كافر فانه يسلم على يده كافر من رأى ان ابويه الاثنين قد عاش وهما غير مستبشرين من رأى ان ابويه ابوه وامه قد عاش كانوا ميتين اصلا وشافهم عاشوا ايه اللي هيحصل بس شافهم غير مستبشرين فده بيدل على انه بيقصر في مصلحة نفسه يدل ذلك على ان هذا الشخص او هذا الرأي يقصر في مصلحة نفسه اما من رأى ان اخاه قد عاش فانه يدل على زيادة في القوة يدل على زيادة في القوة وده لان احنا اساسا بنقول ان الاخ سند لاخيه فاخاه ان رأاه قد عاش يدل على زيادة في القوة اما من رأى اخته عاشت فيحصل له وفور وسرور اما من رأى رجلا رأى ان اخته الميتة قد عاشت فيحدث له الوفور والسرور واما من رأى ان عمه او خاله قد عاش فان ذلك يدل على زيادة في الشأن وعلو في القدر في حين من رأى ان احد اصحابه الميتين قد عاش فان ذلك يعني انه سوف يسمع خبرا يصر ويقول لنا ابن سيرين ان من رأى ميتا قد عاش اساسا فهذا يقال له فقال له هذا الميت انت اه انت ميت فيقول له بل انا حي فهيدل ذلك على حسن حاله في الاخرة يعني ايه يعني ابن سيرين بيقول لنا لو رأى الرأى ميتا قد عاش فسأله الرأي بيسأل الميت اه انت ميت فيقول له الميت لا بل انا حي ده بيدل على ايه بيدل على حسن حال هذا الميت في الاخرة ومن رأى ميت اه ان ميتا دخل بيته فرحا ومصرورا فهذا يدل على السواب والصدقة وعلى استجابة الدعاء ربنا يجيب لنا دعواتنا ان شاء الله بان يرزقنا دائما وابدا بالرؤية الصالحة وان يرزقنا رؤية امواتنا وهم في حسن حال ومستبشرين وفي حسن ملبس ووجه طلق بشوش لنطمئن عليهم ولننال البركة والخير منهم ان شاء الله وانا مستنياكم اللي لسه ما اشتركش في قناتي يعمل اشتراك ومستنية منكم الرؤى الجديدة علشان افسرها لكم وانا معاكم دايما وما تنسوش تتابعوا قناتي قناتي تشو تحياتي